على ذكر يعني موضوع الأسلحة نحن الحلقة اللي فاتت يعني توقفنا قدام فكرة استخدام المصطلحات والتشبيهات وتوقفنا قدام التركيز على مصطلح مجرم حرب اللي تركز عليه الخطاب الأمريكي تحديداً النهارده فيه تركيز بشكل أو بآخر على فكرة احتمالية استخدام السلاح الكيميائي ورد هذا في خطاب سكرتير عام حلف الناتو ورد هذا في حديث أو في المؤتمر الصحفي للرئيس بايدن دلالات ده بالنسبة لحضرتك إيه؟ لسلاح محدد، سلاح كيميائي وأنا شايفه في الإطار أنه الجزء كبير منه دعائي في الإعلام الغربي لسبب أنه عندهم توقعات في الغرب عاصمة الكبرى أنه لو تم تجديد العقوبات ودفع روسيا إلى الزاوية وأنه مزيد من الحصار ربما سوف يقدم على استخدام الكيميائي أو أسلحة تكتيكية أو الاستراتيجية أسلحة محرمة دولية اللي أنا شايفه أنه المجرد أنك استخدام ده في الأمم المتحدة ومزيد من ممارسة الضغط على روسيا أعتقد أنها مسألة هي خطة جزء منها إعلامي وجزء منها سياسي طبعاً لكن أستبعد أنه روسيا تقدم على هذه الخطوة بأي شكل من الأشكال لأنه كمان التصور بتاع العماية العسكرية مختلف يعني التصور حتى فيه ناس بتشرحوا فيه محطات تلفزيون غربية وكده مختلف كتير عن كتير من اللي بتقال روايات مختلفة روايات مختلفة روايات مختلفة